بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد المجيب القناة عرب قلنا لنكسو اليوم درس كيس 2 بالدرس هادو بحنتعلم كيف نقدر نستخدم اكثر من تغير او باترم تمام داخل القيمة بلا صح داخل الكيس بالدرس راح استخدمنا مدخل واحد اذا كان مدخل كذا نفذ كذا تمام وقلنا الكيس الفايدة منه انه ما نستخدم افلس كثيرة نقدر استخدم كيس افضل بالتحقق تمام بالدرس اليوم راح نشوف كيف نحدد اكثر من احتمالية لتنفيذ امر معين طيب خلا نشوف كالون نانو نقول كيس وتشال بالدرس راح تكلمنا على التوزيعات صح قلنا اذا كانت ابونتو نفذ كذا طيب احنا نبي يقول اذا كانت ابونتو او لينكس منت او دبيان او او اي توزيع تدعم الابتكيت نفذ هذا الامر تمام اوكي بسم الله طبعا اي توزيع تدعم الابتكيت هذا موضوع كبير تحقق منه سهل تمام من طريقة انك تتحقق من هال ملاف اي توزيع ابت موجود الامر ما راح تتكلم معانو بالدرس اليه لكن علمتك الفكره طيب اوشي راح نستخد نفس المطغيرات السابقة لديها أب يساوي الأنو ودسترو يساوي المدخل الأول نبدأ بسم الله ونبدأ نشتغل كيس دسترو إن كيس دسترو إن أول شي سنقول دعنا نستخدم توزيعة سلاك وير لأن سلاك وير ما أدري بصراحه إذا في شيء ما أبني عني أو لا لكن إذا كانت تتوزيع سلاك وير نفذ هذا الأمر وليه ما في أمل تعطي مستخدم سلاك وير سكريبت وشغله ربما او الان يجب أن يقفل عن طريق قلب الحروف هذي تبدأ بالـ ESAC يجب أن تقوم بإضافة قيمة فارغة يجب أن تقوم بإضافة قيمة فارغة تقوم بإضافة قيمة فارغة يجب أن ترغل إضافة قيمة فارغة يجب أن ترغلي في الإضافة يستطيع أن نقوم بإضافة هذه المساعدة من أن تم تظيف منوض اشتركوا في القناة هذا يعني انك تقدر تستخدم متغيرات الشل نفسها بتصليح بعض الحاجات كيف نقول بسم الله نصالح وانف جديد عشان نجرب كيس تو شل خلنا نستخدم مثلا تحديد اليوم لفتر انك تسوي سكريبت حق باك اوب مثلا ونقول داي داي ساوي ايش داي ساوي اللي هو ديت زايد طبعا نستخدم هذي عشان نحدد دنا نبي نطلع اليوم فقط ثم نقول كيس داي ان طبعا اليوم الاحد بالنسبة اليوم بطريقة اليوم الاحد فراح اقول مثلا صن صن بالطريقة هذي طبعا المخرج راح اطلع بحف كابيتل بالمواجهة صن تمام نقول ايكو ايكو يجب ان تذهب الى العمل ايكو 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 ليصلك ايكو يجب أن أذهب إلى العمل يجب أن أذهب إلى العمل يجب أن أذهب إلى العمل يجب أن أتستعضل أميك يجب أن أذهب إلى العمل يجب أن أخبركم اشتركوا في القناة